تفقد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة خطة التشجير في محافظة المحرق يأتي ذلك ضمن أهداف الوزارة في زيادة تكثيف الزراعة في الشوارع وأشاد وكيل شؤون البلديات بما حققته بلدية المحرق من زراعة أكثر من 13 ألف شجرة منذ بداية العام الجاري مبينا أن البلدية قد زرعت في العام الماضي ما مقداره 24 ألف شجرة وبمجموع 37 ألف شجرة حتى الآن ووضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريعها التنموية والتطويرية المتعلقة بأعمال التشجير والتخضير والتجميل في جميع المحافظات بما يصم في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتشجير وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحر ترجمة نانسي قنقر